قبيل بدء تطبيق حزمة العقوبات الأمريكية على إيران سعت تركيا حثيثاً لتكون ضمن قائمة الدول المشتثنى من تطبيق هذه العقوبات أمر ربما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية بينهما واهتمام أنقرة بالمحافظة عليها وزير الطاقة التركي أكد أن بلاده ضمن قائمة الدول التي تم يعفاؤها من تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران مراقبون قالوا أن تركيا سعت لذلك بشكل مستميت لأسباب كثيرة أبرزها رغبتها في تفادي النتائج السلبية للعقوبات على اقتصادها تركيا تمر من أزمة اقتصادية ولهذا سبب تركيا ترعي مصالحها ومن جهة أخرى نعم تركيا تحاول أن تحافظ على وحدة إيران وعلى التنسيق معها في القضايا السياسية لأنها بالنتيجة بلدان يتأثران بعضهما من بعض تطبيق تركيا للعقوبات الأمريكية على إيران يضر باقتصاد أنقرة المرهق أصلا فإيران هي أكبر مزود لتركيا بالنحاس والألمنيوم والفولاذ والزنك والمشتقات النفطية والغاز وبعض المحاصيل الزراعية أيضا حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11 مليار دولار سنويا بالنسبة للعقوبات وقبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى أن لدينا علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وكذلك لدينا شركاء استراتيجيين آخرين وهم جيراننا أيضا ونعتمد عليهم في استيراد الكثير من البضائع والمتجات فإذا أوقفنا استيراد النفط والغاز منهم فكيف سيشعر المواطن التركي بالدفء طوال فصل الشتاء مساعدة تركيا إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية لم يعد سرة بعد إدانة القضاء الأمريكي نائب رئيس مصرف تركي بخرق العقوبات الأمريكية على إيران وبعلم مسؤولين أتراك كبار مهران عيسى سكاي نيوز عربية اسطنبول